وإلى شرم الشيخة حيث تتواصل فعاليات الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم الذي ينطلق غدا وفي هذا السياق عقدت إدارة المنتدى ورشة عمل حول المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقاعة البحر الأحمر وتم خلال الفعاليات عرض فيديو يوضح جهود مبادرة حياة كريمة في مختلف المجالات التنموية كما قدمت نائبة رئيس مجلس أمناء حياة كريمة عهود وافي شرحا وافيا عن تفاصيل المبادرة الرئاسية منذ بدايتها كفكرة من شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتبني القيادة السياسية للمشروع وصولا إلى إنجازات المشروع على أرض الواقع داعية مختلفة دول العالم إلى تعرف على حياة كريمة عن قربة والاسترشاد بها كتجربة رائدة في المبادرات التنموية لبناء الإنسان ترجمة نانسي قنقر